موسيقى الماس الذي أصبح حديث الإعلام الإيطالي ومستقبل مشروعنا نابولي انشلوتي يخرج عن صمته ويصرح أصبحته أخجل من آدم والناس ما نقوله وكشف التقني الإيطالي كارلو أنشلوتي بأن موهبة الجزائرية آدم الناس أصبح مستعد للعب بشكل منتظم أعرفكم أنتم تأتون بالحق لكي تجيبوا الباطل نعاقلوا لك شكرت محرز باش تضرب كسموه نعاقلوا لكي تقولون محرز أحسن من محرز نعرفوا أن هذه السيستمات تتوقعكم أم كاينين بشيخ إلا جماعة ما قالوا لك بللي اليوتيوب عبازة طيب يا عبازة طيب أحسن منهم في تجيبوا لكي تتوقع لكي تتوقعوا هدف محرز بمجانعة نعرف محرز سيستمتو بللي رفض فدفظوا لكي تعداد يوسف المحرز بشكل من محرز أنهم كانوا يقيموا تطريبون أنهم يحروا الليكي تتوقعوا نحن بصرح المتاجر الإعلامي الإيطالي التقني أنشلوتي للإعلام الإيطالي قائلا أصعب شيء في مهنة التدريب وهي تحديد لعبين أساسيين رغم أن من في الاحتياط لعبون رائعون وأضاف المدرب المخضرم أدم للناس أصبح ناضج جدا خاصة في طريقة لعبه أنا أصبحت ونتكلم أصبحت أخجل منه كثيرا قبل وضع خطتي ويذكر أن أدمل الناس الغائب عن قائمة المنتخب الوطني التي ستواجه قومبيا في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا يعني نطلبه من جماعة الماضي حسب معلوماتها جماعة لنا تسمعوا لازم تراجع حساباتك أدمل والناس من أحسن لعابين في المنتخب الوطني يعني من أحسن لعابين في المنتخب الوطني كي نقولوا أحسن من لعابين مشي واخر من المحلوظة من أحسن كمعاهم هذا رائع في نابولي ياسي محمد هذا أنشلوتي راي يهدر عليه مشي بالشيخة يهدر عليه أنشلوتي كين واد الأمور هنا نوريهم الله غالب يقول لك هناك يجي عندي وعد كشو وعد يجي عندي يقول لي يوريلي نوريلك وريلك نوريكم سوالح تأمنوا بالإنسان ينهدر تعرفوا الناس لم يشوفوا بيا وجاءوا ولم يكمنتوا ولم يكمنتوا جاءوا وشابوا ووريتلهم هذا صح حقيقة مشي كذب الله غالب يقول لك ما توري ما توري ما تدير وين نحن اليوم كشفت صاحبة إيطالية رياضية توتو سبورت في نسخاتها السبت اليوم السبت أن كارلو أنشيلوتي المدرب نابولي الإيطالي قرر الدفع بالنجم الجزائري أدملوا الناس أساسي خلال المواجهة مواجهة بارما التي ستدور يوم الأحد بملعب آخر في الأسبوع ضمن المنافسة المنافسة الأسبوع 25 من دور الإيطالي وتأتي هذه الخطوة من قبل المدرب بعد آداء رائع الذي قدمه الجناح الجزائري خلال مواجهة مواجهة آخر للفريق لفريقه أمام نادي سويسري في إياب الدور 32 من المسابقة الدور الأوروبي بلشيخ يحذر يحوز يضرب بها إبراهيم محرز شوف بالشيخ أنا نقول لك باسمك خلت لما نعاير وفيك أنا نقول لك باسمك السؤال هذين ستدين بيوم الشعب الجزائري فيق تبون تبون الوازير الأسبق قال الكلمة وراح قال الكلمة وراح قالها في البرنامين في رنظام مورف طور مكان يهدر قال البرنامين قالوا مش شعب فيق مش يخ ناس يفاق ما تهدر هذي تعتبون الشعب فيق الشعب أنا عمين ترى نهضرو فيها يوم ناس فاقد تهك يتبغي تهدر خمم أهدر أهدر موضوعي أش قاس تكذب عليه أش قاس تكذب حسنا شكرا فاقد شكرا وشكرا أش شكرا وشكرا وشكرا كما نحن في 2015 في عدد وقال أصلا قالوا أن يتبغي أن يتبغي على أن يتبغي أن يتبغي أن يتبغي يتبغي قاموا بسهدئ يقولون بسهدئ 14 ميزئة تحدير على الأول اخرج يجب أن تذهب للرجل لا تنسل الجسد تنسل الجسد لأنها أفضل جسد هؤلاء الكثير من المدارس في المدارس لا تنسل المراحل لا تنسل لا تنسل لا تنسل وإنهم تنسل المنزل ليس كما تذهبون إلى بولون وذهبون إلى سبانيا وذهبون إلى تونس إست إي إست إي إست إي شهر أو لهم لـ 25 يومين يفوتين إست إي إست إي وتسال فيه وسوالحوا منهم بعد تجولوا هنا في الروتورت في الروتورت بركو وسيتبع ما يشلنا كيفاش وسيتبع الإسباني خاصي كاليخون ثامن هذا القرار الفني حيث هذا خاصي كاليخون عرفوه ثامن هذا القرار الفني حيث سيبقى على دكة البدلاء بعد أن ظهر أساسي في معظم المباريات التي خاضها فريقي خلال الموسم الحالي شوف شتو أدم الوناس كلي شغالي كعاد نفراسون شتو لا ما شتوهاش هذا أدم الوناس وظل أدم الوناس ينتظر هذه الفرصة الحقيقية من أجل إثبات وجوده هذو هما اللعبة بالشيخ مش يعطيه الفرصة لازم كيدخل لقلبي نشكون نافع يطلع لعلام بتاعه ديركت منذ أكثر من عام ونسب حيث تعرض للتهميش من طرف المدرب السابق مارسيو صاري كما اكتفى المدرب الحالي أنشلوتي بالتعويل عليه في مناسبات معدودة وبلغ وقت اللعب والناس منذ تعاقد معه في سنة 2017 القادم من بوردو الفرنسي 910 دقائق 910 دقائق فقط أسهم خلالها في 6 أهداف بين صناعة والتسجيل لا يبقش على لعب 910 ماركين 6 ما بين مسربي ومسجل ويحتاج للظهور بشكل جيد خلال نصف الثاني من الموسم الحالي من أجل المنافسة على المركز الأساسي في صفوف المنتخب الوطني الجزائري وقع عندهم هدف واحد تحية أولاد الجزائر تحية قع لعب المحترفين ونزيد نقول لك يا جماب الماضي بالك وحرز روحك بالك وحرز روحك تدي المرض حرز روحك نقول لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر